ضرورة تعزيز العلاقة الإيجابية المتبادلة وتعاون بين رجال الأمن العام والمواطن ضمن أطور القانون وحقوق الإنسان هذا ما شدد عليه مدير الأمن العام اللواء عبدالل المعايطة خلال لقائه قائد إقليم أمن العاصمة ومديري الشرطة ورؤساء المراكز الأمنية كما أكد اللواء المعايطة ضرورة مراجعة الخطط الاستراتيجية عفوا وكافة تطويراتها باستمرار لتواكب المتغيرات في المجتمع من جهة والأنماط الجرمية من جهة أخرى وعشر أيضا إلى أهمية تحديث منظومات تقديم الخدمات الشرطية بما يحقق خدمة أفضل وأسرع للمواطن مشددا على الحزم وعدم التهاه لدى التعامل مع ظواهر مجتمعية سلبية خاصة إطلاق النار والعنف المجتمعي بصوره المختلفة ترجمة نانسي قنقر